نظمت تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة عمل عن الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر وذلك ضمن سلسلة لقاءات وورش عمل وجلسات نقاشية تنظمها التنسيقية وتتعلق بالحوار الوطني تناولت الورشة عدة محاورة رئيسية منها معوقات الاستثمار الأجنبي في مصر وأسباب عدم تطوره وكيفية الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة إضافة إلى تطوير القطاع الصناعي كأداة أولية لدخول استثمارات أجنبية مباشرة كما تناولت ورشة العمل أيضا دراسة كيفية الاستفادة من المبادرات التمويلية التنموية التي تهدف إلى الاستدامة من دخول استثمار أجنبي مباشر وارتباط الاستثمار الأجنبي بشكل عام مباشر وغير مباشر باستقرار سعر الصرف وقد خرجت الورشة بعدة توصيات أبرزها منح هيئة الاستثمار حق الولاية على كل ما يخص المستثمر الأجنبي من تخصيص أراد وإصدار تراخيص والتوسع في الرقمنة وتأسيس الشركات أونلاين وتفعيل المجلس الأعلى للاستثمار ووزارة الاستثمار والنظر في كيفية تثبيت سعر الصرف للدولار وضرورة ترفيق المناطق الصناعية بالكامل